التركيبة اللي مشية كأنها سكيم في كل كنيسة من الكنيس السبعة اللي الرب يسوع بعيناه أو بعينايه التي هي كلاهيب نار بيخترقها ويكشف حالتها في تركيبة معاناة متكررة تتكون من خمس حاجات الحاجة الأولانية الرب يسوع يقدم نفسه لكل كنيسة بصفة غالبا الصفة مأخوذة من المشهد اللي شافه يحن في أصاح واحد من عدد 13 لعدد 16 اللي فيه رب يسوع رجله كنحاس عيناه كلاهيب نار من فمه يخرج سيف ماضي الماشي وسط السبع المناير الممسك السبعة كواكب ففي السبع رسائل في كل مرة يقدم المسيح نفسه بواحدة من هذه الصفات وأكيد في حكمة من وراء اختياره لهذه الصفة بالذات وبعدين بعد كده ننقل مباشرة النقطة الثانية الواقع الذي يكشفه المسيح بعينيه الفاحصة إيه هو الواقع؟ وهنلاقي في الواقع ده أشياء إيجابية وأشياء سلبية فالكنيسة دائما زي ما قلنا إن هي كائن حي منتج بيشتغل صحي لكن بيعاني من أمراض المسيح لا يتوقف فقط عند الأشياء السلبية لكن أيضا يكشف الأشياء الإيجابية وفي كشفيه للأشياء الإيجابية درس لنا وفي كشفيه للأشياء السلبية درس لنا في كشفيه للأشياء الإيجابية لأنها قد تكون غابت عنها فنعرف أن هذا مرض خطير يصيبنا أن لا يكون لدينا ما يمدحه المسيح فتبقى مصيبة إذا كنا عايشين ككنيسة وليس فينا ما يراه المسيح جدير بالمدح نحن في وضع خطير للغاية فإحنا محتاجين نتأمل في الواقع بأننا نرى الإيجابيات التي فيه لكي نسأل أنفسنا هل هذه الإيجابيات عندنا أم لا ثم أيضا نرى السلبيات ونتساءل هل هذه السلبيات نعاني منها أم لا والإيجابيات يعني مش محتاجة تبقى عزر يمنعنا أن احنا نمتحن أنفسنا تجاه السلبيات لأنه ممكن جدا يبقى فيه إيجابيات ويكون فيه قضاء بزحزحة المنارة زي ما هنشوف هنا فالإيجابيات يعني الحسنات لا تذهب السيئة ده مش مبدأ مسيحي ومش موجود عند المسيح ممكن يبقى عندك حسنات كتيرة ويقع عليك القضاء طبقا للنص اللي قدامنا ده وده كلام خطير النقطة الثالثة على طول طيب المسيح الفاحص بالصفة اللي قدم نفسه فيها وكشف الواقع ما بيسبش الكنيسة في الواقع ومن غير من غير نصح من غير إرشاد من غير خلينا أقول يعني مش نصح وإرشاد أكتر من غير تعليمات لأنه المسيح هنا مش الكاهن مش الراعي مش الشفيع مش المخلص لكن المسيح هنا أو خلينا أقول المخلص بتحوي التلاتة اللي أنا قلتهم بتحوي أنه الراعي الكاهن الشفيع لكن يسوع هنا الملك يسوع القاضي الديان العادل فبيقدم تعليمات وهتحس كده أنه اللغة اللي بيتكلم بيها لغة اعمل وإلا ففيها حزم وفيها قضاء فبيقول له بقى بيقول له عائلة ممكن تعمل كذا وممكن تعمل كذا وممكن تعمل كذا فهتلاقي أنه الكلام بيتلخص في واحدة من ثلاثة يأما تشجيع بسبب الحاجات الإيجابية أنه يستمر فيها فالمفروض يستمر أو تحريد على أنه إلحق نفسك اعمل كذا وكذا لأنه الوضع خطر سوري كلمة تحريد هنا يعني حث أو تحذير أنه هيحصل لك كذا وكذا إذا لم تقبل التحريد فتشجيع تحريد تحذير وبعدين بيبقى في حاجتين برضو موجودين في كل الرسالة السبعة أنه بيكرر دايما فكرة من له أذناني للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس وده يعني عايز دي مقتبسة من العهد الأديم كانت تتكرر كتير في إشاعية تكرر في حسقيال تكررت يعني أكتر من مرة في العهد الأديم بعدما النبي خصوصا في الرسالة النبوية بعدما النبي بلغ الرسالة للشعب عارف أنه مش الكل هيسمع فبيقول من له أذناني للسمع فليسمع ويبدو يا يوسف أن في شيء خطير قد تصل إليه الجماعة الروحية أو الشعب الله سواء كان في إسرائيل قديما أو الكنيسة اليوم أنهم يفقدوا أذانهم للسمع ويصبح الكلام الإلهي الواصل إليهم الذي لا يسمع هو ليس فقط شهادة على الحالة المزرية التي وصلوا إليها لكنه يسهم في مزيد من الصمم فيصبح الكلام قضائي لأنه يقال ولا يسمع فيبقى دينون على الذين سمعوا وده اللي نشوفه في إشاعية ستة مثلا لما بيقوله أنك روح كلم هذا الشعب لكنهم لن يسمعوا فالكلام في الحالة دي بيكشف الحالة الأخلاقية والروحية التي وصلت إليها الجماعة الروحية أنها وصلت أنها فقدت الحس الروحي الذي يسمع وصلت إلى حالة من التبلد أو الموت الروحي اللي يخليها ما تسمعش لكن أكيد في ناس هتسمع وإلا هيسمعوا دول ما يقوله الروح ولاحظ مش للكنيسة لكن للكنائس علشان تفتكر المرة الفاتت قلنا أنه كتبوا في سكرول كتبوا في درج وأرسل للكنائس السبعة رغم أنها رسائل كل كنيسة لها رسالتها لكن كل الكنائس تقرأ نفس الرسالة لأنه الحقيقة الرسائل المتضمنة في هذه الرسالة الروحية المتضمنة في هذه الجوابات السبعة أو الخطابات السبعة تحتاجها الكنيسة في كل عصر يعني عايز أقول تحتاجها الكنيسة في كل عصر في كل مكان وكل الزمن الذي فيه الكنيسة على الأرض فالبعض خلاها كأنها مرتبة ترتيبا تاريخيا أنه كل حقبة من التاريخ البشري يعني كنيسة معانة تمثلها أعتقد أن هذا تفسير غير دقيق والبعض بيقصرها على الكنيسة اللوكل أو المحلية لكن الحقيقة ما شخصه المسيح هي الأمراض العامة التي يمكن أن تعاني منها الكنيسة في كل مكان وفي كل تاريخ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر